موسيقى مهرقان السنوي الكبير مهرقان المؤسس أيضا ينطلق وتبدأ فعالياته بهذا الصباح المتميز والجميل ينطلق شوطر الحادي عشر المخصص للحقائق البكار نسير مع هذه الأسماء الكبيرة نسير مع هذه الشعارات المتميزة مباشرة نحو الصدارة والمركز الأول وصدارة هذا الشوط هناك من تاتي مع البداية هذيبة راشد بن صالح بن سالم بن زمات المر من يقدم لنا انطلاق شعاره وتحدياته المتميزة مع البداية بينما المركز الثاني وتابع القدوم والوصول مشاهدين الكرام مع ذاني التحديات في هذا الانطلاق المتميز والجميل من تصل هناك مع ذاني التحديات اللي واصلة وقادمة في هذا المسهر المتميز والجميل عروبة حمد بن حسين بن محمد بن صالح الجرحب من يقدم لنا أيضا هذا الانطلاق المتميز الجميل بينما هو تابع ثالث التحديات مشاهدين الكرام من تصل أيضا لمركز الثاني أمجاد مسلم بن طالب من يقدم لنا مع ذاني التحديات هذا الانطلاق المتميز والجميل بينما هو تابع المركز الرابع من تصل هنا مع رابع تحديات مذائل راشد بن ناصر بن محمد بن شابل المري والمركز الخامس أرى القدوم من صحايا بسعود بن جابل بن سالم بن خجيم العزبة مع المركز الخامس في هذا المسهر المتميز والجميل هكذا النتيجة مشاهدين الكرام للخمسة المراكز الأولى المتقدمة ولكن لنا عودة مع البداية لنا عودة مع المركز الأول مع صدارة هذا الشوط إذن المشاهدين متابعين الكرام نعود مع المركز الأول وصدارة هذا الشوط هناك مع البداية شفيهنا اللاسكي الصدارة مشاهدين الكرام مع البداية وصدارة هذا الشوط هناك المركز الأول مع الذيبة راشد بن صالح بن سالم أبا الزمات المري من يقدم لنا انطلاقة الذيبة ولا تزال هي سيدة الموقف في هذا المسار المتميز والجميل بينما ثاني التحديات هنا مجاد بن سلم بن طالب بن مسلم بن عقيلال نابت من يقدم هنا أمجاد من تبحث عن الأمجاد في هذا المسار المتميز والجميل ثالث التحديات مثايا راشد بن ناصر بن محمد بن شابل المري مع المركز الثالث المركز الرابع وتابع القدوم والوصول مع رابع التحديات تصل العبارة سعد بن حمد بن فهيدة لفهيدة المري مع المركز الرابع المركز الخامس هنا من تصل مشاهدين الكرام زاهية محمد بن سالم بن محمد بن بخيت المري يصل شعار الفاتوح مقدما لنا انطلاقة زاهية ولكن نعود مع البداية نعود مع المركز الأول صدارة الشوطة هناك مع المركز الأول من بدأت تغير وتسير نحو الصدارة أمجاد أمجاد بدأت تسير نحو البداية والمركز الأول مسلم بن طالب بن مسلم بن عقيل آل نابت ولكن ميمنة الميدان الدخول والوصول مشاهدين الكرام هناك من العبارة اللي بدأت تغير نحو الصدارة سعد بن حمد بن فهيدة لفهيدة المري يغير وانتقل بدوره نحو صدارة هذا الشوط المركز الثاني أمجاد مع ذاني التحديات مسلم بن طالب بن مسلم بن عقيلة آل نابت بينما المركز الثالث شعار بن شابل من يقدم لنا مثاير راشد بن ناصر بن حمد بن شابل المري المركز الرابع يصل الفاتوح مقدم لنا زاهية محمد بن سالم بن محمد بن بخيت المري والمركز الخامس الوصول والدخول مشاهدين الكرام من الغزيل ظافر بن فالح بن مسفر الظهيري الهاجري من يصل مع المركز الخامس ولكن أرى الوصول والدخول أيضا اللي واصل متعب عبدالهادي بن ناصر بن هادي بن هدوان الغفراني المري من وصل أيضا مقدم لنا انطلاق شعاره ولكن البداية وصدارة الشوط العبارة العبارة عبرت إلى الصدارة راحت مع المركز الأول بشعار سعد بن حمد بن فهيد آل فهيد المري مع البداية من يقدم لنا العبارة مع المركز الأول ولكن بن هدوان قادم لا محالة مع ذاني التحديات يتصل أيضا هنا شوشب عبدالله بن حمد بن عبدالله الزعبي من يصل مع المركز الثالث ولكن البداية صدارة الشوطة عند العبارة العبارة مع البداية العبارة لا تزان سيدة الموقف والعصافة البطانة الله الله العبارة العبارة الجماعة واصلين رعي العبارة وصل الجماعة هنا مع ذلك التحديات سعد بن حمد بن فهيد آل فهيد المري ما شاء الله على هذا الأداء المتميز والجميل مع بداية هذا الشوط مع هذا الانطلاق المتميز مع أول أيام مهرجان المؤسس نقطة ذهبية تتسجل هنا مع العبارة عبرت إلى بر النواميز عبرت إلى الانتصار عبرت إلى الفوز سلام العبارة ما شاء الله على هذا العرض المتميز على هذا العرض الجميل أسعد الله صباحك يا راعي العبارة سلام للعبارة سلام سلام للعبارة سلام والتهاني لك يا سعد بن حمد بن فهيد المري على هذا الفوز وهذا الانتصار والسلامات إلى المملكة العربية السعودية أسعد الله صباحكم على هذا الفوز المركز الثاني وصلت مع ذلك المراكز متعبة عبدالهادي بن ناصر بنهادي بن هدوان الغفراني المركز الثالث وصلت شوشب عبدالله بن حمد بن عبدالله الزعبي المركز الرابع المركز الرابع وصلت زاهي محمد بن سالم بن محمد بن بخيث المري المركز الخامس المركز الخامس كان الوصول من أمجاد مسلم بن طالب بن مسلم بن عقيل آل نابت هكذا مشاهدين الكرام متابعين الأفاضل عشاق الأصالة والتراث تابعنا هذا الشوت ولكن العبارة كانت العلامة الفارقة في هذا الشوت من عبرت إلى النواميسي والانتصارات مهدية هذا النموس الغالي إلى مالك سعد بن حمد بن فيدة الفيدة المري والسلامات إلى أبناء المملكة العربية السعودية أسعد الله صباحكم على هذا الفوز وهذا الانتصار مشاهدين الكرام توقيتها الزمن لحظة طوله لقطة نهاية 6 دقائق 10 ثواني 28 قزة من الثانية تهانين ونموس سعد بن حمد بن فيد الفيدة المري على هذا الفوز وهذا الانتصار ثاني التحديات من وصلت مع المركز الثاني مشاهدين الكرام متعبة وتوقيتها الزمن 6 دقائق 13 ثانية 41 قزة من الثانية تهانين والناموس لعبد الهادي بن ناصر بن هادي بن هدوان الغفراني المري بينما المركز الثالث وصل شعر الفاتوح مقدما لنا أيضا انطلاقت وحضوره مجاد أو عفوا هنا زاهية وصلت مع المركز الثالث مشاهدين الكرام بتوقيت زمن وقدر ست دقائق 13 ثانية 95 قيزة من الثانية تهانين والناموس للمحمد بن سالم بن محمد بن بخيث المري على